أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلة طبعاً مثل ما بتعرفوا اليوم معنا الغالي جورج دكتور جورج ورمضان كريم خلونا نرحب أول شيء بالدكتور جورج فضل جورج أهلاً وسهلاً جان وأهلاً بكل المستمعين والمشاهدين وأصدقاء البرنامج أهلاً وسهلاً فيك جورج أهلاً وسهلاً فيك بصراحة جورج يعني هو موضوع كتير مهم الموضوع الرمضاني يعني ومثل ما بتعرف أنت وكلتنا بنعرف أنه صراعونا بمسألة الصحة صوموا فصحوا وبصراحة في عنا مثل في سوريا بقول ونتداولوا على طول نحن كنا نقول صوموا تجسوا يعني تجسوا تعرفين تجسوا يعني الجاجة لما بصير ضعيفة كتير 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 بتجس لما بتجس يعني بتضعف كتير بصير نحيفة يعني بهال المعنى جورج شو بتقدر تقولنا بداية بمسألة رمضان شو هو رمضان؟ هي المشكلة في الإسلام ان هو ما جاش بحاجة جديدة خلص يعني انت لو فكرت لو بسيت على اي حاجة الإسلام عملها من اول محمد ما طرع عليه زميله جبريل لحد اليوم اللي مات فيه وتطور الإسلام مفيش اي حاجة جديدة خلص غير في جانب العنف والإجرام اللي هو تفنن فيه. لكن في اي حاجة في الحياة العادية مفيش اي حاجة جديدة خلص. الغريب ان هم بياخدوا اي حاجة هم بيعملوها اقولك شوف يا عجاز العلمي شوف يا عجاز اللي مش عارف ايه تعال يا شوف احنا عندنا بنعمل كذا ده فيها هناك عجاز علمي. طيب عشان تقول ان انت عندك عجاز في شيء او ان انت يعني تفننت في شيء او براعت في شيء لازم تكون انت اول واحد عملته. لكن لو في حد عمله قابلك يبقى انت ايه اللي انت عملته غير اللي انت نقلته منهم فلو كان فيه اجاز فعلا يبقى الكلام ده يرجع الفضل ليه اول ناس بدأوا الموضوع. الموضوع الصيام ايه الجديد في موضوع الصيام يعني هل مثلا قوم محمد اول ناس يصوموا في العالم هل هم الوحيدين اللي عندهم الصيام هل ايها الديانة الوحيدة التي اتت بالصيام من العدم هل قبل محمد ما كانش فيه ناس بتصوم فايه الجديد يعني رمضان هو مجرد ان هو عايز يصوم الناس دي يعني ايه برضو ايه تبركا ببقية الاديان او يعني تمثلا لان هو كفكر هو فارغ يعني بيشحط من كل الدين ايش حالي. اهو شاف الجماعة اللي حوالي بيصوموا ديانات كتير جدا كانوا بتصوم قبل اليهودية والمسيحية وقبل اليهودية والمسيحية الزلديشتية وغيرهم من الاديان وقبل حتى الاديان دي كلها الاديان الاغريقية كان فيها برضو نوعيات من الصيام فايه الجديد. لا جديد انا بس بدي فيه صديقة صديقة مسلم طبعا عيف لي تعليق على اليوتيوب على الفيديو اذا نفسه اللي عم سمي فيه الحلقة في عشر نقاط زاكرة بدي ارى لك هي على السريع كمان بيقول فوائد الصيام واحد الصيام يعزز ازالة السموم كيف يعني بعزز ازالة السموم شو هي السموم ما بعرف يعني ما زكر السموم. اثنين الصيام يعمل على راحة الجهاز الاطني. ثلاثة الصيام يساعد على علاج الالتهابات. اربعة الصيام يساعد على خفض مستويات السكر في الدم. خمسة الصيام يساعد على ازياد حرق الدهون. ستة الصيام مفيد دي مربع ارتفاع ضغط الدم. والله انتو بتجيبوا بط الدم. سبعة الصيام يحفز خسارة الوزن. ثمانية الصيام يعزز العادات الغذائية الصحية. تسعة الصيام يعزز الجهاز المناعي. كيف يعني الجهاز المناعي؟ عشرة الصيام يساعد على التغلب على المشكلات الادمان. يا السلام. تعليقك جورج. يعني شرط البلية ما يدخل بصباح. يعني هو ده شرط البلية. اولا عايزين نتكلم عن موضوع الصيام كده من ناحية العقلية يعني. الاول ان نفهم ايه موضوع. سيبعدين نرد على كابتن ابو عشر نقاط ده. نقول ان نرد على النقاط بتاعته. زي ما قلنا في الاول ان يعني الصيام في الاسلام ما هواش حاجة جديدة. ما هواش اختراع. الاسلام ما اختراعش للصيام. كل الاديان اللي قابله صامت وصامت بطرق مختلفة. لكن عشان كنت بتحدث مع صديق ليه في استراليا. اهو مع درجة الدكتوراه. وبنتكلم على موضوع الصيام ده فعالي تعال نبص على موضوع بنظرة تطورية. في التطور. ليه الصيام؟ ليه الاديان اللي حتى قبل الاسلام والمسلحية والكلام ده؟ ليه الاديان اللي كان فيها صيام؟ ليه الانسان اختراع فكرة الصيام او انضمها للاديان. اكيد فيه حاجة في التطور. في تطور الانواع هي اللي حطت الفكرة دي في الانسان وخليته تبنيها كفكرة دينية. لو بصيت على التطور البشرية. اه الطبيعة دايما بتعمل اه عشان تحافظ على النوع. اكستريم في كل حاجة. يعني من ناحية ومن ناحية تانية ده وهنا 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 بتعمل اكستريم عشان لهدف المحافظة على النوع. وداني مثل حاجة مثل زي الخنافس. لما بتيجي تحط البيت بتاعها في مكان معين في في معظم الخنافس بتحط البيت بتاعها في مكان معين في الغابة. تمانين تسعين في المية منهم يحطوا البيت في المكان ده لان تا افضل مكان للبيت بتاع الخنافس عشان يبقى في بيئة كويسة ويفقص. ويفضل النوع لا تواصل. لكن في عشرة في المية من الخنافس بتروح تحط البيت بتاعها في مكان اقل سيفتي او اقل امان بعيد عن المكان ده. ايه الهدف? ليه الطبيعة سمحت ان العشرة في المية ديله ليروحوا يحطوا البيت بتاعهم في مكان اا اقل امانا. لان نفترض في يوم ان الغابة اللي هم حطين فيها البيت يولعت. فكده لو هم كلهم حطين البيت بتاعهم في نفس المكان النوع ده هنقرد تماما وهنقرد الى لابا. فالطبيعة بتعمل تنوع بسيط بحيس ان لو حصل هذه الكارسة ان الجزء التاني صحيح مش هيفقص كله لان الظروف مش مواتية. ولكن على الاقل واحد او اتنين في المية منهم هيفقص ويفضل النوع متحافز عليه. يفضل النوع سيط. موضوع الاكل بقى سواء الصيام او الافراط في الاكل. دول كبار جدا بيحافظوا على النوع. الانسان القديم اللي كان عايش في الغابة الجهاز البيولوجي بتاعنا متركب ان هو. انت في وقت ممكن لو انت عايش في الغابة ممكن ما تلاقيش اكل يوم اتنين تلاتة. فالجهاز البيولوجي عامل ايه? بقى يخزن كميات كبيرة جدا من الطاقة. في في الجسم شوية. حط ده سهل التكسير وسريع وتقدر تستدعيه في الوقت اللي انت مفيش فيه اكل في جسم. بس المشكلة هذا المخزون آآ ممكن ما يعديش من آآ اتناشر الاربعة عشرين ساعة. طيب بعد اربعة عشرين ساعة انا قعدت يومين تلاتة مش لاقي اكل. فراح الجهاز البيولوجي راح عامل حاجة تاني. راح مخزن الطاقة دي في صورة دهون في الجسم. عشان لو لو هو تعرض لمرحلة ان هو يبقى له يومين تلاتة مش لاقي اكل. بعد ما تخلص المخزون اللي في الكبدة ده يبتدي يلف على مصدر تاني. يكسر منه يحلله تاني ويرجع مخزون الطاقة ده يستعمله في الوقت اللي هو آآ مش بياكل فيه. ففي حصل فيه. يا اما ان انت بتاكل كتير جدا. فجسمك بيدخن وتتملي. عشان لو حصل مجاعة يبقى الجزء الجماعة التخن دول بس هما اللي قاشه وقت اطول وكده تقدر تحفظ على النوع. في نوع تانية ان لو انت فيه ناس بتاكل آآ وقت طويل جدا بتاكل كتير ووزنهم يزيد جدا. لا نعمل الطبيعة تعمل حاجة تاني تخليك آآ تصوم فترة. تصوم كام يوم واربعة. فما تتخنش قوي. فالامراض اللي بتأثر على التخين ما تأثرش عليك انت كشخص نحيف. هم اللي اتنين واجهين لعملة واحدة. تطورين اللي اتنين واجهين لعملة واحدة. عشان لو حصلت مصيبة لده ده يبقى موجود. لو حصلت مصيبة لده ده يبقى موجود. فيفضل النوع مستمر ولا انقرد. ففكرة الصيام هي النوع من التطور اللي عملته الطبيعة عشان الانسان لا يصب امراض السنة. وطبعا الانسان لانه بعد ما بدأ يقع على ايه اللي بيحصل حواليه بدأ يحاول يلاقي تفسير لكل الحاجات اللي بتحصلوا. فالتفسير اللي احنا يعني فكرة الصيام دي مقبولة بالنسبة لنا. لانها الطبيعة حطيطها فينا بس احنا ما نعرفش. فانا عزيها الحاجة بقى الاله عايزنا نصوم او القوة العليا طلبة من ان احنا نصوم او احنا بنصوم عشان نردي هزيها القوة العليا. المشكلة انهم اخذوا الموضوع ده بقى قاعدة عن التطور اللي هو ايه فكرة تعذيب النفس. ان انا عزي بنفسي ان انا قدامي الاكل بس انا بعزي بنفسي عشان ما كلش. فيعني الانسان يحاول يعلم نفسه ان هو يعني يروض احتياجاته داخلية وان هو ممكن يبقى قدامي الاكل لكن انا بس دي في بقى في فيش حيوان بيعمل كده. فيش حيوان يبقى قدامه الاكل وهو جعانه وما يروحش ياكل. لكن في تطور الانسان عايز ان هو يبقى ليه هو ليد العليا. ما تبقاش الطبيعة تتحكم فيه. هو يبقى ليه ليد العليا. هو ليه قدر يتحكم في نفسه. ده جزء من الحاجات اللي الانسان عمل لها ورح رميها على الدين في الاخر. طيب اه طيب جورج اليوم يعني بهالعصر هذا الاكل متوفر يعني ما فيه داعي اصلا يعني متل ما ما تفضلت قلت انه الطبيعة يعني ممكن نحن نتحكم بالطبيعة اصلا. ممكن نحن وصل انسان لمرحلة انه يتحكم حتى بتطور البيولوجي يعني بغير يعني يتعدم بمرحلة الطبيعة. اليوم الاكل متوفر لمعظم الناس يعني الموجودين على الكرة العرضية وما فيه داعي اصلا لهال حاجة لما اسألت الصيام للتطور البيولوجي. برأيك يعني شو الاضرار الجسدية العضوية. زالناها واحد اثنين ثلاثة يعني خلينا نفصل بنا ما شرط ندخلها كلها تاليوم. انا نحن حطينا لائحة كاملة. بس ما شرط يعني ما اظن راح يصعفنا الوقت انه نحضرها كلها في هاليوم هذا. نبدأ من يعني ناخد كم نقطة ونحللها. يعني نبدأ من الدماغ وانت نازل لتحت. شو بيأسر الصيام الطويل على الجسد? او اضرار الصيام على الجسد خلينا نتفضل. المشكلة ان الاديان اه اخدت فكرة الصيام اللي الطبيعة حطتها وعملت لها قواعد والقوانين فشوهت الفكرة خالص وضيعت كل الفوايض بتاعتها. يعني الطبيعة كتعملها لسبب وزي ما انت بتقول دلوقتي الاكل بقى متوفر وبتاعهم بقتش دي مأساة كبيرة يعني او ما بقتش مشكلة كبيرة بتواجه النوع بتاعي. اه اللي الفكرة اساسا كان في الصيام زي ما قلنا ان انت تفضل محافظ على وزنك ان انت ما ما تبقاش سمين فما تجيلكش امراض السمنة. فعشان اه دلوقتي انت مش مش محتاج ان انت تعمله الصيام. تسمع عن الناس اللي بعملوا رجيم او دا نوع من انواع اللي هو بس انت دلوقتي بتعملها بفهم وبتعملها بس بمجرد طبيعة حيوانية في نتيجة التطور البيولوجي. لا انت بقي تفاهم ايه تأسير الاكل وايه تأسير السمنة وعشان ما تسمنش ممكن تعمل ايه. فالناس اللي بتعمل دا بيعمل نفس الفكرة الصيام اللي حطتها الطبيعة وبياخد نفس الفوائد بتاعتها من غير ما يتعرض لاضرار الصيام بالطريقة للاديان نصت عليها. فالاديان نصت على ان انت تصوم ناخد الدين الاسلامي طبعا لان احنا دلوقتي في رمضان المبارك. نصت على انت تمنع عن الاكل من شروق الشمس الى مغربه. وبعد كده تاكل اللي انت عايزه. فانت دمرت الفكرة تدميرا مباشرة انا خلاص كده يعني انا قاعدة اتناشر ساعة ما بكلش. وبعدين مرة واحدة كل بقى فات بص تلاقي بقى الاكل بقى والصفرة المليانة وبعد كده والكنافة والقطايف والحاجات كل اللي انا عملته طول اليوم اندثر وتدمر تدميرا وبتلاقي الناس طالعين من رمضان وزنهم زيادة. فانت دمرت الفكرة اساسا تدميرا نهائيا يعني. واي فايدة لتنظيم الغذاء راح. بالاضافة ان انت في حاجة عندنا اسمه سرعة الحرق او دي بتبقى متنزمة على حسب كمية السعرات اللي داخلها للجسم. لو انت بتاكل واجبات صغيرة. اه على مراحل متفرقة من اليوم. يعني حتى فكرة ان انت تاكل واربتين في اليوم او تلات واجبات في اليوم كبار دي فكرة سيئة. دي تخليك تسمن لان انت تاكل مرة واحدة قوي فالميتابوليزم ايه اللي خالص. وانت امكان علاك في وقته طويل جدا فالجسم يحس ان فيه مجاعة. فيروح يحاول ان هو يقلل سرعة الحرق على قد ما يقدر عشان يحتفظ بكمية السعرات اللي موجودة. وبعدين تيجي ترخبته بكمية سعرات كبيرة دانية. فانت بتبوز ميزان السعرات. لكن لو بتاكل واجبات صغيرة على مدار اليوم اربع خمس مرات في اليوم واجبة صغيرة. هتخلي سرعة الحرق معدل للحرق بتاعك ثابت. وبتقدر تحرق هزي السعرات اللي انت بتستهلكها ويفضل وزنك ثابت او تقدر كمان انت لو عايز تخس تخسر. عكس اللي بيعملوا الدين. المشكلة الكبرى بقى لان هزم الدين نشأ في بيئة صحراوية بدوية قاحلة. فدايمن يقولوا عليهم اجلاف الصحراء. جلف الصحراء دايمن كان ياخد الحاجة يعني ايه? جلف زيه. انا هو جلف وبيتعامل مع كل حاجة كأنها جلف زيه. فهنصوهم مسلا فكرة الصيام. يروح مسيكها وموديها الى ابعد الحدود. الى اقصى الحدود. اللي هو انت مش بس متاكلش ما تشرفش. تشرفش مية. تقعد كده في الصحراء وفي الشمس اللي نعح في الماء جديد وفي العذاب اللي انت فيه ده. بتعزب نفسك اقصى العذاب. انت حتى المية متشربهاش لمدة 12 ساعة. شيء مدمر تماما لصحة الانسان يعني. وبعدين النتيجة بتبقى ايه? يعني انت دلوقتي عطشان جدا طول الوقت الشمس القوية جدا الجو حر وانت جعانه عطشان. هتعمل ايه? هتدور لك على شجرة ولا حتة ضل وتقعد فيها طول اليوم. فهتبقى كائن غير منتج بالمرة. انت مش مش هتقدر لو طلعت ويفت في الشمس وعريقت الشواءات اطرقها تشرف. وهتعتش وممكن يغم عليك. لو هيجي لك الجفاف وويهم عليك. طيب طيب هلأ هالجفاف هادا خصوصا نحن هلأ بمرحلة الصيف يعني هالجفاف هادا شو بيأثر على الدماغ مثلا. خلينا انه على الدماغ على الدم على كل هالاشياء هاي شو شو تأثيره؟ ما لك طبيبة جورج تفضل. اه ضيب يعني خلصنا من مسألة الاكل ان انت كده دمرت الفكرة نفسها وبالعكس انت بتئزي نفسك بطريقة الاكل العشوائية دي. اه ندخل بقى على موضوع المية وده اهم حاجة. لو بسيط حتى على الناس اللي فيه اه ده كادرت اه علاج طبيعي يبقوا عاملين برامي غزائية بيقولوا عليها الصيام المية. عشان يساعدوا الناس اللي عايزة تفسر. بس مع عمر ما تلاقي واحد منهم عائل يقول لك تمتنع عن المية طول اليوم او تمتنع عن المية اتنشر ساعة او تمتنع عن المية تلات اربع ساعات. لان المية حاجة حيوية جدا للجسم طول الوقت. وخصوصا في بيئة حرة او في الجو الحر او في الوقت الحر. الجسم محتاج دايما الجسم كتلته اكتر من سبعين في المية من ها مية. لو انت مفيش داخل الكليا بتحاول ان هي تركز البول على قد ما تقدر عشان تحتفظ باكبر قدر من المية. لكن لو عدت فترة مفيش مية داخلها البول بيبقى مركز جدا. فكل الحاجات المضرة اللي في البول او الحاجات الجسم بحتاج ان هو يتخلص منها زي الكوتاسيام والسوديام وحاجات كتير زي كده. اه مش عارف انت لما تدوب معلقة سكر في ربقى كوباية مية غير لما تدوبها في كوباية مية حالة. بتبقى مركزة جدا. التركيز ده سيء جدا لانه بيدمر خلايا الكلية نفسها. وبيعمل ترصب للاملاح دي جوة الكلية. فبعد فترة ما بيتكون في حصوات. ده على على مستوى الكلية. على مستوى بقى الجسم نفسه. آآ فيه عضوين مهمين جدا في الجسم بيحبوا يشتغلوا على البلوكوز. او الجسم كله بحب يشتغل على الجلوكوز. لكن هي يقدر يشتغل على الحاجات تانية غير الجلوكوز لما مفيش جلوكوز متوفر. المخ وخلايا الدم الحمر. المخ يحب يشتغل على الجلوكوز وخلايا الدم الحمر لا تستطيع ان هي تشتغل على اي حاجة تانية غير الجلوكوز. مفيش اي مصدر طاقة تانية ينفع تستعملها. المخ لو ما لقيش جلوكوز بيشتغل على الحاجة اسمه الكيتون باديس. تخلي انت معي دلوقتي انت صايم الاتناشر ساعة فبدأت بتستهلك الجليكوزين اللي موجود في الكبد فترة. بعد شوية بدأت ان انت ما فيش جلوكوز عايز جلوكوز تاني فتعمل ايه? كل حاجة بتدور عاليا الجسم العضلات. يبتدي يكسر في العضلات عشان يحول العضلة لجلوكوز يستعمله المخ وتستعمله خلايا الدم الحم فبتنسف العضلات بتاعتك. بعد شوية يبتدي يكسر في الدهون عشان يستعملها. الدهون دي مشكلتها ان انت بعدها متكسرها بتاخد جزء بتستعمله الجليسرول بتستعمله كجلوكوز. بيفضل حاجة دان يسمى الكيتون باديس. دي زبالة تكسير الجلوكوزي. المخ ممكن نشتغل عليها شوية. لكن هي مضرة. لو تسمع الناس اللي عندهم آآ آآ السكر النوعية الاولى. طايب وان. اللي هما بيحتاجوا انسولين طول الوقت. آآ ممكن بيجي لهم حالات اغماء لو هوا ما بياخدش الانسولين بتاعه مزبوط لان الجسم بيكسر الدهون ويعمل حاجة اسمها دابيتك كيتو اسيدوسس. حموضة الجسم تعلي جدا. المخ ما بيشتغلش كويس. اعضاء الجسم كلها بطنهار. وممكن الشخص ده لو ما لحقتوش يموت في خلال اربع عشرين ساعة. تأثير مدمر فكل الزبالة اللي انت عملتها دي لما كسرت كل الحاجات دي محتاج تدوبها في مية. عشان تتخلص منها. طيب ما فيش مية. انت لو قاعدت لو انت صايم بالطريقة الاسلامية دي ودخلت عدت جوا جسمك واتنقشت مع اي قضو فيهم هيسيب لك الدين. اشرب شاي. شاهوات في رمضان. اشرب شاي. طيب طيب الجفاف هاده بي رأيك بيساوي صداع هالاشياء هاي يعني غير ما قلت يعني انه بيخفف الاتصال بالخلايا المخية خلينا نقول. خلايا دماغية يعني. بيساوي كسول اكتر. بيروح بعضلة تحت شجرة بعضلة تحت ولا بيلاقي له شي جامع مروحته عم بتدور النام تحته. شو 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 تقصيره بصو شو علبت الصيام بالصداع خلينا نقول. اا لما بيحصل الجفاف لزوية الدم بتاعنا. والسائل اللازج لما يعدي جوه انبوبة زي الشرايين كده. لو السائل مش لازج قوي اا صرحة الصراعين بتبقى طبعية. لو السائل اللازج صرحة الصراعين بتبقى حلية. بيعمل صداع طبع. اول اعراض الجفاف الصراعين. وبعدين حرارة الجسم بترتفع. والحموضة الجسم بتاع الجسم بيعلم. كل دي مصايب بتدمر في اعضائك الداخلية وانت مش اخد بالك. وتلاقي ناس كتير جدا بتلعهم الرمضان عينين. تأثير مدمر بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. يعني انا مش فاهم فين الحاجات اللي الاخ ده بيرص عالنا. لو يؤثر الاصيام بيؤثر على بيوطي ضغط الدم. اي نوع من السيام اولا هل السيام اولا السيام بتاعك ده لا بيوطيش ضغط الدم بيعلي ضغط الدم. اه السيام اه لما توقع فترة طويلة يقول لك بيريح الجهاز الهضمي وبيتخلص من السموم. اولا اي سموم بتخلص منها ان انت مبتكلش. فين هي السموم عشان تتخلص منها بالعكس انت بتزود عدد السموم. لان زي ما قلنا مفيش جلوكوز فالكبدا بيضطر ان هو يكسر الامين واسدز بتاعت العضلات. يكسر الدمون عشان يطلع منها مصدر فاي عملية حيوية بينتج عنها مخلفات. فمخلفات الكبدا لما يشتغل بطارية دي بطارية اسرع بيكون نسبة سموم اعلى من السموم الطبيعية اللي انت بتلاقيها في الاكل. الحاجة الاكتر من كده كمان بقى ان انت عملت بضغط ده كله على الكبدا على الاعضاء الداخلية ومفيش كمية مية داخلها تدوب فيها هزي السموم. فهو لا يساعد على التخلص من السموم. هو يساعد على زيادة السموم ومفيش طريق انت بتقدمها للجسم اللي هي المية عشان يتخلص بها من السموم. الجهاز الهضمي شغال سواء انت كالت او ما كالتش. ده النوشن اللي عند الناس اللي فاكر المعدته او الجهاز الهضمي بتاعه ده اللي هو ايه اه تلفزيون مثلا بدوس على زرار يشتغل بعدين بدوس على زرار يطفئ. الكلام ده غير حقيقي. الجهاز الهضمي شغال سواء فيه اكلة او ما فوش. كمية البراز اللي بتخرج من الجسم نصها اه خلايا من الجهاز الهضمي نفسه. فجهاز الهضمي شغال سواء انت كالت او ما كالتش. المعدة في مليانة حمد والحمد بتاعه عالي جدا. الحمد اللي في المعدة درجة الحمودة بتاعته واحد او اتنين. بتاع واحد او اتنين. دي اعلى عارف الحمد البطارية العربية. الحمودة بتاعت المعدة تقريبا تلت او اربع مرات درجة حمودة البطارية العربية. حمودة حركة. البفر الاكل افضل بفر ان هو هيقلل الحمود دي. لو انت صايم وقت طويل جدا هيجيلك قرحة في المعدة. لان ما فيش حاجة تقلل نزبط الحمود دي. جد بجد اه جورج انا انا والدتي كان صوم اه تنين وخميس يعني متل عادت المسلمين. ومعها قرحة. وبصراحة يعني انا شفت كتير بمدينتي بحارتي يعني ناس كتير عندها قرحة. وكل الناس اللي عندهم قرحة يعني بشكل من الاشكال بيصوموا بشكل مستمر يعني. متل ما بتعرف التنين وخميس. هدول اخدينا سكارسة يعني متل ما اقولوا. هو بيأزي نفسه زيادة يعني هو انت لو عادت تصوم بالطريقة دي فترة طويلة هيجيلك قرحة. ده اساسي يعني. او يعني على قبل خلص هيجيلك التهاب في المعدة. من نتيجة الارتفاع الحمضة ده وما فيش حاجة بتقلله. آآ سنينة جهاز الهضمي. انت ما ما بتديروش اكل. لكن هو شغالي. شغال على الفضل. فانت مريحتوش ولا حاجة يعني اقول لك بيلايح الجهاز الهضمي انت مريحتوش هو شغالي. هو يعني زي زي القلب. لا يتوقف انت مجيش تنام مسلا فتولا انا هدوس على زراعة اف قلبي شوية اريحها لحد الصفحي. الجهاز الهضمي شغال سواء انت كلت او ما كلتش. حركة الجهاز الهضمي سريه طول اليوم سواء انت كلت او ما كلتش. فما فيش هذه الدعاءات باطلة اللي هو انا برايح الجهاز الهضمي. بتخلص من السموم. كلام فاضي. كلام فاضي تماما. عايزت تخلص من السموم معلومة طبائية ليك يعني عايزت تخلص من صمو بشو ما كتير. طيب شو بتحلل هدول اللقباء الخصوصي بيطلعوا على التلفزيون مثلا. وببرك بفتولك الصيام صحة والصيام ما بعرفها الطيخ والصيام. يا زلمي صراعون تقول محمد كان طبيب ده متخرج من اوكسفورد. حط الصيام للمسلم بيساوه يعني مو طبيب بساوه بروفسور في الطب يعني يبقى. شو رعيا بيلاقفضها دول اللي بيطلعوا بيبضحكوا عن الناس يا عن الاسب الشديد. المشكلة ان هو بيستغل لو هو طبيب فاهم فعلا بيستغل سزاجة الناس ان هو بيقول بس مصطلح على الصيام. بس بيقول لهمش اي نوع من الصيام. اي نوع من تنظيم الاكل. ما بيقول لهمش ان الصيام بتاع المدام بالشكل اللي مكتوب عنه في الاسلام ده صيام مدمر. هو بيتكلم عموما على الصيام. اللي هو تنظيم الاكل. تنظيم الوجبات. تنظيم نسبة الدهون في الجسم. هو بيتكلم على النقطة دي لكن ما بيقول لكش ان هو بيتكلم عن النقطة دي. فانت بتفترد ان هو الصيام بتاع رمضان اللي احنا بنصم نطوله اليوم ونيجي اخرى اليوم نضرب صناعة الكنافة وطبعين الفون وبتاعه. فهو ده نصب ده نوع من النصب. سنايا بص على السبوبة جاء منين هتفهم على طول يعني. يعني هو طالع مسلا مش طالع في اتحدى اي واحد من دول يطلع في يكتب الكلام ده في بحس وينشوره في هارفورد مثلا. لا يمكن. لكن ممكن يطلع في قناة الناس قناة الرحمة قناة المساحلون بتاع عالي بقى مفيش مشكلة يعني في سبوبة وبيتدفع لهم هو تمام. زي كان قبل كده لو تفتكر في التلاتينات في العشينات والتلاتينات آآ موضوع السجاير كان بيعملوا عليها اعلانات ان السجارة دي حاجة مفيدة. وكان بيجيبوا اطباء يتفعوهم فلوس ويطلع في برنامج يقول للسجارة عد بتكوح اشرب سجارة. السجارة دي حاجة مفيدة. احنا جينا لقينا اللي هنود والحمر بيشرابوا سجاير وصحتهم حلوة. طبيبنا الصاب ما تفعروا رشين وبيطلع يقول الكلمتين لنصبه وخلاص. بالضبط بالضبط يعني هنا كمان طباء المسلمين يعني حديث المعارض ما هو بعيد عننا بصراحة يعني. بيقول لك كله في سبيل الله يعني. في قد في سبيل الله مثل ما بساوي زغلول هذا بهلول النجار وامثاله يعني. طيب جورج خلينا ناخد فيه شغل كتير مهمة يعني يالله فيه حوامل بيصومه. يعني بتعرف انت الجنين هذا بده تغذية مستمرة يعني. خصوصا الحامل بكون عنده شراها على الاكل لتغذية الجنين. شو اضراب الصيام الطويل هذا على على الجنين وعا صحة الحامل بالذات يعني. طيب الجنين هو يعني لو عرفته تعريف كده من غير تجميل ولا ايه حاجة الجنين هو قافة داخل جسم الام. كأن انت عندك دودة في جسمك. هو بياخد الغزء اللي هو محتاجه سواء الام كلت او ما كلتش. هو مش غلوش. هو بيدخل له دم وبياخد الغزء بتاعه. سواء هي بقى كلت جعانة ما كلتش عندها سوء تغذية هو ما يفرقش معاه. هو بياخد الغزء بتاعه اللي هو عايزه محتاجه لتكوين جسمي. فده بالتالي بشكل خطر على صحة الام نفسها. لان الام المتنع عن الاكل بوقت طويل جدا. اتناشر ساعة او حداشر ساعة او اي امكان. هو عمال يسحب بياخد الغزء بتاعه. هي نفسها بتبعف. وبتجي لها مشاكل سوق التخزين. المصيبة الاكبر بقى موضوع المية. الحامل اا الدم بتاعها حجم الدم. كمية الدم اللي موجودة في جسمها بتزيد تقريبا التلت وقت الحامل. بتجيب من اين الكمية دي? بتجيبها من المية. لو ما فيش اا مية لو هي ما بتشربش طول الوقت. دي مصيبة سودة. فسرعة صارعان الدم حجم الدم نفسه بيقيل? الضغط رهيب جدا على الكلية بتاعتها طول الوقت عشان تحاول انها تبريزيرف المية دي اتحاول انها تتحافظ على كمية المية بتنزلهاش في البقول فزي ما قلنا ده يعني اا اا شيء مدمد لان الكلية بتتعب جدا وبتعمل موجود رهيب وبيترصب فيها كمية املاح كتير جدا لان مش مفيش مية ضووبة فيها. اا لو حجم الدم بتاعها اقل ليه حجم الدم بيزيد كده عند الام? لان الاواقية دموية بيحصل لها بتوسع عشان يبقى فيه صرايان الدم سهل وسريع نحية الرحم نحية الجنين. لو انت المية اللي الجسمك قليلة فبيحصل ضغط الاواقية الدموية دي بتضييق جدا عشان تحافظ على سرعة الصرايان. عشان الدم يوصل للمخ عشان ما يغماش عليها. ويوصل للاعضاء الحيوية يوصل للقلب. لو عملت انت الحركة دي مصيبة سودة. لان الجنين في الرحم محتاج دم طول الوقت بيغزين. لو قفلت انت الشبين دي. كمية الدم اللي هو محتاجة مش وصلها لها. وبعدين هو محتاج ما هي طول الوقت. الجنين يزبح في بحيرة ماء. بيقوله عليه الامنيات الفلويد. لو الامنيات الفلويد ده قال جدار الرحم بيقبع عليها. فلو الام عندها جفاف ومفتشرفش. الامنيات الفلويد ده قال اتخال الجنين ده مثلا في مرحلة ايه شهرين من ترات شهور. الجدار الرحم قفل عليها. ما فيش كمية الفلويد دي ممكن تشويه وشه. ممكن تشويه عدوه من عدائه. دي حالة مشهورة يعني. الامنياتك في الويد ده لما بيقل. بيقولوا عليها ممكن تؤدي لتشويه وش الجنين او الحاجات الجدار الرحم بدل ما هو منفوخ بالمية والطفل عاين فيها. يلزع عليه لان ما فيش مية. يشويه وشه. يشويه ودنه ويشويه دراعه ويشويه رجله. فحرام عليكي. يعني لو انت عايز تأذي نفسك ما تأذيش جنينك. لانه هو ملوش زمن. هو ما هو لا يعرف محمد ولا يعرف الاسلام ولا يعرف السيوم ولا ليه دا هو بالكلام ده كله هو جنين عايز يضل على الحياة. يعني بتدينه لو هو عايزه وبعدين انت تبقصوني بعد ما تبقيدين تحر يعني. فهم. يعني انا راح اتوقف هوني في عنا الاضرار نفسية. يعني افضل انه نسويها الحلقة التائية الاسبوع القادم جورج. في كتاب انت حدثني عنه. ياريت حدث الجمهور عامل عن هالكتاب هاده. ومتل ما قوله. متل ما قلت انت انا راح حط اللينك كمان تحت الفيديو. لسا ما حطنا لان حكينا بهالكتاب هاده بصراحة انا انا نسيت تفاصيل الكتاب الحكيت. حكيتني فيه. انا نخي شوي يعني ما هو الزيادة. فياريت حدثنا عن الكتاب هاده. وانا راح اشوف تعاليقنا وفتحت الاسكايب لأصدقائي ممكن اي اتصالات استقبلها حالا. واسئلة راح نجاوب عليها مع الاخ جورج. فياريت حدثنا عن الكتاب شوي. وتفاصيل الكتاب هاده. ما هو فيه مصطفى محمود كان كتب كتاب زمان اسمه حوار مع صديقي الملحد. ولو اريد عز الكتاب يعني اتى فيه بالكثير والكثير من عمليات النظر في الموضوع ده. وتكلم عن حاجات كتير بقى منها التطور والوجود الاله وآيات من القرآن والاعجاز العلمي وحاجات كتير يعني. فصديقي اه هو يحمل درجة الدكتوراه. اه يعيش في دولة من الدول الغربية الكافرة الموحدة الصليبية الصهيونية. قلف كتاب اسمه حوار مع استاذي المؤمن. فنت فيه كل الادعاءات اللي اتى بها مصطفى محمود في كتاب وهذا. والكتاب يعني رائع جدا من قريب بعض الفصول منه. والكتاب يعني اكتر من رائع. رد على نقاط كتير جدا من اللي بيستغلها الناس دلوقتي نتيجة اللي قاله مصطفى محمود بيستغلوها في الدعاية لهذه الافكار الحمقاء. آآ رد على افكار كتير جدا منها الكتاب رائع اسمه حوار مع استاذي المؤمن. وآآ يعني دلوقتي هو في مرحلة هو نشره في موقع لكن في مرحلة انه هو بيحاول يبحث عن دار النشر في مصر عشان ينشره ككتاب آآ ورقي. آآ قريب جدا يعني هينزل الكتاب في مصر بالطريق اللي. اسمه حوار مع استاذي المؤمن. آسف آسف أصدقائي. شكرا كتير انا بحط التفاصيل الكتاب كمان تحت الفيديو أصدقائي. ويعني بتمنى كل الأصدقاء يعني يشوفوا ويتابعوا الكتاب هذا وتفاصيل الكتاب. على كل في عندي سلام خاص لك جورج من معدل برنامج ملهم عبود. قال لي هذا هذا رجل انا احبه جدا جدا. شكرا. طبعا هذا كمان بيعبر عن حبي لك جورج. شكرا. سلام خاص لك. تسلم تسلم. فرد له السلام يعني لما يشوف جانا تعليق اظن او. عم بيقول تحية لكل محبي البرنامج اولا ولجورج وحشتنا كتير ولك عزيز ولك عزيزي جان. من امين جزائر جزائر كافر. اهلا بيك وكل الكفار اخي امين. طبعا في عندي سؤال لك جورج من ابو مبارك. بيقول سؤال لجورج. لماذا القنوات المسيحية تعمل لقاءات مع الملحبين الخلفية اسلامية رغم انهم لم يعتنقوا المسيحية. ليس هذا افلاس منهم دليل على ان هدفهم كره الاسلام بغض النظر عن الملة والفكر او الفكر الذي تعتنقه. يا صديقي دعنا لا نحقر على الناس. يعني اي انسان له الحق في الظهور في اي مكان واي انسان من حقه يتكلم عن اي قضية. يستضيفه ملحد من خلفية اسلامية. يستضيفه ملحد مش من خلفية اسلامية. هم يعملوا اللي هم عايزينه. انت عندك فكرة مختلفة تفضل. يعني ما حدش حريتك ولا حد ما اي بلاش ان احنا نعمل حجر على الناس او ننتقد تعبير انا دي دي حاجة مقدسة عندي ومقدسة عند الشعوب الغربية. حرية التعليل. تكلم في اللي انت عايزه طالما انت تبتيزيش حد. فهم دي طريقتهم او ده افلاس منهم او ايا كده انت عايز تسميه. تمام. عايز تعمل حاجة مختلفة تفضل. يعني جان استضاف واحد من خلفية مسيحية. هل جان مثلا هدمه هدفه هدم الاسلام فقط لا. سنهدم جميع الديان يعني والله وفقنا الله لما فيه خراب دينه. مفيش مشاكل يعني يعني استضيف انت واحد من خلفية مسيحية وتحور معها. فضل. الساحة مفتوحة يعني مفيش تقييم. يعني ايه. طيب انا انا خليني اجيب يعني متل ما قلت. خلينا خلينا الاضرار نفسية يعني خليني نرجع الاضرار نفسية بما انو اصدقائنا ما اتصلوا. نرجع شوي ناخد من الاضرار نفسية يعني. اضرار نفسية للصيام. شو شو بي رأيك الاضرار نفسية ممكن تكون. الموضوع يعني بتاخد بطريقة غريبة جدا ولا هو انت ايه يعني لازم تصوم ولو ما صومتش بقى احنا نقف من رقبك وبتاع وانت حاسس طول الوقت ان انت حتى ما بتعملش حاجة لفايدة جسمك او ما بتعملش حاجة اه روحانية او بتاع انت بتعمل حاجة لارضاء المجتمع وبتلاقي يعني حالات كتير جدا انه واحد مش صايم بس في الشارع صايم. ونصب بقى كتير ويعني حاجة حاجة بتوفش في المجتمع الرياء. بيبقى عندك مجتمع مرائي واحد واكل وشارف في البيت ونزل في الشارع الله ما اني صايم وتيجي تتكلم معاه لا ما تتكلمش مع انا عشان انا صايم وبتاع شيء يعني مؤرف يعني. وبينشر الرياء في المجتمع. انت بقى كواحد صايم انت يعني تعطلت تماما كل حاجة فيك تعطلت يعني انت قاعد صايم وحران وطعبان وعطشان وصروفك زفت يعني هل هتقدر مسلا تشتغل هل هتقدر تمتج في اي حاجة هل هتقدر تروح تحت المحاضرة او تذاكر او تعمل مش قادر. فانت قاعدت شهر في حياتك شهر كامل في السنة يعني سنة وفاشل لاثناشر شهر بس. ضيعت منهم شهر ما بتعملش اي حاجة خالص غير ان انت قاعد طول النهار بتحاول تنام او تحاول ان انت تهرب من المأساة اللي انت فيها واخر الليل بتقعد تلوغ وتحش عشان الليل الساعتين ثلاثة اللي انت الكم ساعة اللي انت ما تكونش فيهم. فضل جايب. في معنى اتصال من سال او ظن سال او شو قصة الاتصالات هاي في جانا وسال معنى او ظن. انا و حارض على سال فضل سال اسمعك كلمانية. فضل. ما Taylor! 2018 What a day! What a day! two of my favorite people! appreciate you for bringing awesome Trons to our show. لامي ا1219. شكرا كلي. لا اصعدكم. هذا هو اللي انت. لوفميا. كرش الكرش لديك كرش انا شفتك في صحب كمان حنيفة حنيفة عليك تحتاج للنظارة لدينا نظارة لنظارة أشوف زين نظارة اوف يسمح كرش حنيفة انا واحدة من أولاً هكذا بشير شكرا بلا يرجى بياسه هناك قد يكون من غير مشاهدة تتتت منينا ومن ثم جديد أريد أن تشتركت على صبيحة المسيجة وأريد أن تكون معي في مجموعة سأكون محباً هل توجد له؟ سيكون محباً سوف يكون سعيداً بأنه سيطلع معك سهل حبيبي بما أنه جمهورنا كله بحكوا عربي يعني أريد خليك بالعربي بشأن يفهم المشاهدين يعني بعد ذلك أنا دانتور جورج حبيبينا على حق الآن من أول الناس اللي أثروا في درس فيديوهاتك البائعة أشكرك أشكرك وثابعتك كثير وخدمات الإنسانية كثيرة قدمت الشوق در بائد وأخراً لدى الشهر الماضي بدأت بي برنامج جديد وبنتي أوصل رسالة بالإنجليزي للغرب والخاصة اللي أميركا اللي عايشي في ذلك وصراحة دعيت يعني على خلط لي وجان واسماعيل دعيت المتكلمين الإنجليزية لكن لحظة الأنلمي وضراحة فأمد إليك ذراعي بالمساعد موسيقى حاضر من عين الاثنين موسيقى سأل عم بيقلك حاضر من عينه الاثنين موسيقى موسيقى جورج عم بيقلك حاضر من عينه الاثنين يعني مو عين واحدة يعني تصور موسيقى يسلم роينه يسلم يا موسيقى احضر73 نعم بك سأل والتحديد سأل عمل مات صقير في جورج ؟ اكاونتاك لسكايب سعي انا استخدمت وقتكم لأنه اكاونتا رئيس يذكركم جورج يتصل بي شكرا يعني بعض اسبوعات شكرا لكم ماشي حبيب سلام اعطيلي جورج اكاونتاك وباتصل فيه شكرا كتير سعي شكرا لكم شكرا حبيب بكرا انا باتمنى جانو جانو يتصل فينا اذا احب انا اسف جانو لانو ما قدرت اخد اتصالك في عندي سؤالين هون اظن من الاخ حسن اظن تحية للجميع تحية الى الاخ جورج والا الاخ العزيز جان سؤال بصراحة على شقين او محورين السؤال الاول هل الطب وعلم النفس وعلم العصاب استطاعوا فت لغز الوعي الوحدة بصراحة اول مرة بتعدي عليها المصطلح هذا سلوبيززم اظن سؤال التاني هل العلم استطاع بناء خلية حية من مواد معدنية جامدة غير حية وغير حيوية؟ مفضل طيب الجهز الاول مفيش حاجة في الطب بتوصل للنهاية يعني في دايما ابحاث متواصلة ما زلت الابحاث متواصلة لاحتواء فكرة الوعي او تفسير فكرة الوعي تفسير كامل فيه ابحاث كان الموضوع ده دايما بيفكرني بالجماعة اللي هما خبرة ما بعد الموت او خبرة اسناء الموت اللي هي بيقول عليها بالانجليزي الناس كتير بيطلعوا يقول انا موت وموت نص ساعة والموت ساعة وشفت بقى والتونل وش عارف ايه علم العصاب توصل لتفسير الموضوع ده وسهل جدا فيه فيديو ممكن نبقى اللينك الجان على يوتيوب ممكن ينشره بيوضح وبيفسر بالتفصيل وصورة سهلة وسالسة ازاي الطب علم العصابة بقارف يتوصل الموضوع ده تفسيره ايه وازاي بيحصل فكون ان الطب يوصل طبعا الطب يوصل لمرحلة جبيرة جدا وما زالت الابحاث جارية وان انت توصل لحاجة نتيجة ابحاثك غير ان انت حد يقول لك هيه كده عشان الهك قال كده فده مش ربط الجزء الجزء التاني الجزء التاني عم بيقول هل الانسان وصل لصناعة ما بيقا طبعا اللي 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 صحيح يبقى مواد خليه حية يعني فهلا مواد جامدة قصده ما بقى انه من خلايا جزعية مثلا ياخدها ويساوي اشياء لكن من مواد جامدة هو السؤال هل العلم استطاع بناء خليه حية من مواد معدنية جامدة غير حية من غير وغير حيوية ما تبقاش خلية حية. حتى التفصيل الطبيعي كيفة نشأت الحياة على الارض لازم يكون فيه ولازم يكون فيه حاجات حيوية زي الكربون مسلا يعني معظم الحياة على الارض متكونة من الكربون وهزي مادة عضوية. فازاي انت يعني عايز تجيب حاجة غير عضوية وتعمل منها خلية حية مش هتبقى خلية حية هتبقى خلية غير حية. طب الصير هو روبورت والانسان سوا على خلية روبورتية خلينا نقول. طيب في معنى اتصال من الاخ احمد دانانا. اخي احمد فضل اسفين عالتأخير. لا لا مفيش حاجة ضعيب عمدين ايه ازاك دكتور جورج. ازاك احمد اقولك ايه. ازاك احمد اقولك ايه. تمام ماشي الحال. الحقيقة انا قلت بقى دكتور جورج استضافت جانا المعارضة فاحنا عايزين نستغلل النقطة دي ونسألك سؤال يخص اه رمضان والصوم والصلاعمة. ما طبعا الصلاعمة في الوقت يدعو الرمضان والصوم ده مفيد لجسم البنادر يعني. انا عايز ان احمد ك كدكتور يعني كتدارس استعمال الجسم الثاني. هل في اي فوائد الصوم يعني ولا الناس دي اه بتاء لها ولا ايه الواجبات. بس احمد شكرا. اه يعني لو رجعت للحلقة من الاولة احنا اتكلمنا عن انواع السيام والايه السيام المفيد وايه السيام المش مفيد. وبالنسبة للصلاعمة السيام الصلعامي هو سيام غير مفيد بالمرة. يعني مش محتاج ان انت تتكلم بقى كتير. اه هو السيام بالطريقة الصلعامية دي ده صيام مضر للجسم. ومش محتاج نكاشف اي حاجة واي طبيب. اه حديث التخرج حتى او حتى لو في في السنة تانية او تالتة طب ايه? فهم الكلام ده ان الكلام ده مضر جدا. لو دارس بس علم الفيزيولوجي غير ما تعمل اي حاجة. السيام بالطريقة دي ولا انتناع عن المياه لمدة ختماشر ساعة. دي حاجة مدمرة ومش نكاشر. اي حد ما عنده كلام غير كده يبقى الداخل في ايه? في سبوبة او في حاجة ورا الموضوع. جورجا في الاخ المسلم اللي بعتلي العشر نوقات هاي. يعني ممكن بس ترلي الصيام يساعد على خفض. لا سوري. الصيام يساعد على علاج الالتهابات. يعني كيف ترد يعني هيدا. Tsim Ahi. الكلام نفسه كلام مضحك يعني. يعني او اولا ايه الالتهابات? واين نوع الالتهابات? هل مسلا في حاجة كده اسمحة الالتهابات بس. ان الان الاتهابات فان? او ايه نوع الالتهابات دي? هل الالتهابات دي نتيجة إصابة فكتيرية? ولا الالتهابات handing خلل في جهاز المناعة? ولا الالتهابات نتيجة ايه بالزبط يعني? فازاي استيعون السعادين. يعني مثلاً الالتهاب بأصبعتي اليمنى مثلاً بأصبعتي باليد اليمنى إحدى الأصابع اليد اليمنى فكيف الصيام يعني على وقت شرحنا يعني كيف الصيام فيساعد على شفاء إصباحي اليمنى مثلاً يا صديقي يعني بحب أستعمل للناس الدوام دائماً يعني بأنطبق عليهم بقول لك إن لم تستحي ففعل ما شئت وإن لم تستحي فقل ما شئت لو أنت بتهرتل بقى يعني لو أنت مش مكسوب من حاجة لا يوجد هناك قاعدة بتردعك ليس لك رادع بقول اللي أنت عايزه بقى يعني قف قف هنا قف هنا في عندي يعني شغلة كتير مهمة بدون ضحك يا شباب بدون ضحك أرجوكم يعني الصيام يعزز الجهاز المناعي جورج أنت تضريب وأرجوك يعني خليك يلب الموضوع يعني يعني ممكن العزيز الجهاز المناعي تفضل ممكن يشرح لنا إزاي يعني إيه الفكرة اللي هو باني عليها هذه الإدعاءات لأنها دي لا تتعدى مرحلة إن هي أو الدعاءات أنت بتدعي يا صديقي إن أنت الصيام يساعد في شفاء الأورام أو الالتهابات أو اللي أنا مش عارف إيه نوع للتهابات يعني التهابات دي نظلة جدية جدا تندرك تحتها خمسين ألف نوع للتهابات فإزاي مش عارف يعني أنت تمتنع عن الأكل والمية إزاي داي قال للتهابات أنا مش عارف وما فيش أي تفسير طبي اللي أنت بتقوله دا لو عندك دليل يا صديقي تفضل قدمه وأنا تنقش فيه علميا لكن مجرد أنك تيجي ترمي الدعاء وتمشي خلاص يعني ارمي وامشي وما توجعش ضمنه الحاجة الثانية المناعة هل تعلم كيف أعمل الجهاز المناعي؟ يعني هل الجهاز المناعي ده مثلا هو مجرد جهاز واحد وواقف كده بيعمل مناعة؟ يعني الجهاز المناعي ده فيه خمسين ألف نوع من الخلايا فيه البي سيلز والتي سيلز وكل نوع بيتصرف بطريقة مختلفة وكل نوع ليه دور فإيه علاقة إن انت ما بتاكلش وما بتشربش بأي واحد منهم؟ يعني تبقوا لنا حتى أي نوع من الجهاز المناعي أي نوع من الخلايا المناعية؟ وإزاي؟ ممكن تشرح لنا إزاي؟ لأن كل اللي أنت بتقوله ده هو عبار عن هرتالة فرق طيب طيب شكران جورج شكران على كل حال معنا صديق عزيز كتير على قلبي بصراحة وهو يعني مصيف لبس صيفي ما في مشكلة معنا الأخ أحمد حرقان تفضل الأخي يا أحمد أهلا أنا دورج حبيبي يا أحمد والله يوم جميل اليوم المشكوط في يا دورج شكراك يا حبيبي تحية كبيرة لك يا أحمد أنا مبسوط جدا من البرنامج اللي أنت بتعمله مبهود رائع والله يوم جورج وفقك الله لما في خراب دينة اللهم معمين اللهم معمين اللهم معمين شكراك يا أحمد شكراك يا أحمد صاحب أهي شكراك يا أحمد اه تفضل تفضل الماكريفون معك بس بس تحطوا الماكروفون جامتين ما بشان نقضى نصف اه تفضل بس أل يعني جورش يعني ايه انت ممكن نقص بالموقعات الجاهلة والموقع وزاي ممكن نقرب بعد زاي ممكن نقرب ممكن نعمل انت امين بالوجب وزياد احمد لا احنا انا مش امين بالوجب ولا حاجة بس الكل ده على مع بعض زاي ممكن نطور وسائل بس ما متخلص الناس بادري بادري بالناس يعني احنا زيادنا شراح بشكل احمد احمد يعني بصراحة انت قائم بمجهود جبار بس وانا بتشكره كتير على المجهود ويعني متل ما شفت سوينا دعاية لبرنامجنا جديدنا رح نسوي برنامج الاتجاه المشاكس اه طبعا انا هكون ضيوف ال احمد احمد بس بدنا منك احمد الاصدقاء المسلمين بطلعوا معك كمان يعني علوه يراسلونا حتى ننسق من العلوم ونسوي حلقات مثلا شخص لشخص احمد احمد اكيد اكيد انا طبعا بشكر كتير احمد على الاطلال الجميلة الرائعة بصراحة انا كثير مبسط باطلالتك وبتمنى تكون ضيف مستمر على برنامجنا انا متابعا احمد مستمر في الإعلام بصراحة بصراحة انا انا كتير فخور فيك وفخور بجورج وشباب مثل الورد مثل ما بقولوا وعلى ايدكم ان شاء الله سيهدم دين الله ماشي حبيبي ماشي يلا سلامة طيب انا اظن في عندي تعليق او لا اروح اشوف بس الصفحة اليوتيوب اذا في اي تعليق جديدة علي كلن علي كلن خلينا خلينا نروح الى جورج بس في شغلة هيك شو تعليقك على حبس المفطغين على من شهر رمضان يعني وجبار المطاعم هذول يسكنوا هالكتير دول إسلامية يعني يسمعنا حتى بيتونس صار في هال يعني بصراحة سخافة يعني ما بعرفش شو تعليقك عليهم يعني وأنه ممنوع بما أنه المجتمع مستن ممنوع أن تتاكل هي نفس فكرة قنوز دراء الأديان نفس الفكرة يعني اللي هو الدولة بتتوهم أو بتاخد على عاطقها فكرة حماية الإله وبيناقضوا تماما كل حاجة بيقولولنا إن الله هو الكبير وهو اللي خلقنا وهو اللي بيحمينا وبيهتم بينا ولكن بتلاقي التصرفات هي العكس التصرفات إن هم اللي بيحاولوا يحموه هم اللي بيحاول يحمو أفكار ويحمو دينه ويحمو تصرفاته معتقلاته فليه الدولة بتاخد على عاطقها إن هي تحمي الدين المفروض إن الدين ده أعلى من الدولة وأكبر من أي حاجة يعني ليه أنت كدولة بتاخد على عاطقك إن انت تجبر الناس على أداء شعيرة من شعائر الدين ما تخلي يا أخي اللي عايز يصوم يصوم واللي ما يصومش ما يصومش ولكن هو ده الرياء الأديان أتت بيه والإسلام بالأخص أتى بيه للمجتمعات دينة زي المجتمعات المنكوبة إن خلي الدولة المرائية لدرجة إنها بتحمي الإله وتفرض على الناس إن هم يصوموا صباح عايزين يصوموا أو مش عايزين يصوموا يبقى أنت كده أفسادت الفكرة كلها يعني للموضوع لو موضوع روحي وهو الاتصال بالإله وكل هذه الخزعبلات يعني فما تخلي الناس يصوم براحية ها وتصوم بالطريقة اللي هي عايزها ليه أنت بتجبر الناس إن هي تصوم؟ وبعدين بعد معكبارة الناس إن هي تصوم إيه الفايدة دلوقتي؟ يعني إيه ما تجرحش مشاعري يعني دي حاجة تستفزيني جدا في الجماعة للصلاعمة يعني مبارح أحمد كان مثلا في البرنامج واحد من الجماعة للصلاعمة إدائي جدا أن هم بيقولوا كأنه تصالحة وقال لك لازم تحترموا مشاعرنا ولازم تحترموا مش عارف إيه وأنكم تقللون حربا إلكترونية فإلى الجاد هل أنت دماغك فاضية وإنت دماغك صغيرة للدرجة أن أنت كلمة بتستفزك؟ وبعدين لو الكلمة دي بتستفزك هل ما بيستفزكش قتل الأطفال؟ هل ما بيستفزكش اغتصاب النساء؟ هل ما بيستفزكش جواز الأطفال تحت تزن ثمان سنين كما فعل رسولك؟ هل كل الحاجات دي ما بتستفزكش؟ ده أنت تبقى جبلة؟ وبعدين جاي في الآخر اللي بيستفزك إنها واحد قال لك صالحة أو واحد ما يشي ماسك سندويتش في الشارع أو بيشرب كباية مياه؟ ما هو ده اللي بيستفز؟ ده مشاعرك مرهفة للدرجة دي؟ لكن لما تيجي الحاجة كبيرة ناس تتقتل في أورلاندو الجدع اللي دخل قتل خمسين واحد في ليلا واحدة ده ما بيستفزكش ده عادي يعني القتل والدماء بالنسبة لك عادي مشاعرك المرهفة ما بيهزهاش الكلام ده لكن بتتهز لما تلاقي يا عيني مشاعرك المرهفة الطيبة يا عيني واحد مفتري ماشي لقاتك يا زيزة مية؟ إيه اللي افترى له؟ وأنا صايم؟ جورج فيه شغلة هون يعني اليوم هالله الدولة هاي الدولة اللي ريك دي وره هالمفطر هادا وتمسكها تحطها بالسجن ولا تعاقبها بأي عقوبة حتى كانت خفيفة حتى تعزيرية شو ما كانت تكون؟ رجال الدولة هدول ما بيفكروا انه بالعكس لازم يشجعوا الناس انه يفطروا لانه إذا صاموا راح يقللوا الانتاج العالم صارت كسولة العالم ما عم تشتغل يعطيني رأيك يعني شو هالتناقض هادا بال.. يعني الدولة هي يعني متل بيقولوا الدبور ناوي على خراب عشة يعني موز على خراب عشة يعني كيف تفسرها هاي؟ يا ريت تعطيني رأيك جورج؟ فضل الفاكر لما قلنا الحلقة اللي فاتت ان الجماعة بتوع الدولة دول ما هبطوش علينا من الفضاء يعني اي دولة الطبقة اللي بتاعكم الدولة دي ما هبطتش على الدولة دي من الفضاء هي نتاج نفس الفكر ونفس الثقافة ونفس الحضارة فلو كان عندك النتاء المصدر قذر فالنتاج مش هيبقى افضل كسيرا يعني دي سكيتسوفرينيا يعني انت فعلا بالعقل لو انت بتفكر بالعقل يعني والمنطق من وصلحة الدولة ان الناس تفتر عشان فعلا انتاج ما يقلش لكن الدين بيحول الناس الى مسوخ بلا عقل هو مسخ ينفذ التعليمات الالهية وينفذ التعليمات الدينية بدون تفكير وبلا عقل فهي ازي هي النتيجة ما ازي تتوقع يعني ازا كان الدين حولك الى مسخ تنفذ حاجات انت حتى يعني حتى لو ضد مصلحتك بس برضو هتنفذك للأسف الشديد للأسف الشديد يعني بصراحة الدولة ما بعرف الدولة يعني يعني مثلا خلينا نقول الجرائم يعني بنعرف الجرائم تكتر فيه في رمضان يعني بصراحة الاستفزاز السريع والغضب السريع يعني ياما شافنا مثل ما قولوا مشاجرات واشياء هيك من القبيل هذا برأيك الصيام هذا نفسيا بأسل حتى انسان يصل لمرحلة انه يرتكب جريمة كمان بدون وعي يعني حتى بردد فعل سريعة برتكب جريمة هل من المعقول هالحكي هاد؟ طبعا فيه على الكلية فيه غدة فوق الكلية اسمها السوبرالينالجلانت اول بيقولوا عليها الادرينالجلانت اه دي بتفرز مادة الادرينالين وبعض المواد الاخرى الادرينالين ده هدف ان انت لما تكون في وقت استرس في وقت ضغط او فيه خطر او حاجة بيحطك في دي برضو حاجة تطورية نفعة الجنس بتاعنا انه هو يتعايش وفيه حيوانات كتير جدا عندها نفس الغدة وبتفرز نفس المادة بتساعد انه هو لما يتحط في موقف صعب ياما يحارب ياما يجري انت لما انت بتكون صايم ده بقى يعني الغدة دي ما عندهاش عقل ما بتتنيزش ان انت اللقتي انا بسبب ان انا فيه حيوان هيكوني او ان انا جعان او عطشان الاتنين يعتبروا بالنسبة للجسم استرس هو ضغط عالي فالغدة دي بتفرز ادرينالين عالي جدا فانت بتبقى طول الوقت مؤهب للخناق مؤهب للتدمير مؤهب لان انت تعمل مشكلة لان الغدة دي مش فاهمة ان انت في حالة صيام لا الغدة دي فاهمة انت فاللي بيعملوا الصيام بالطريقة العشوائية اللي هما بيعملوها دي ان انت ممتنع عن المية وانت مجعان وعليك استرس رهيب جدا طول الوقت انت في هذه الحالة المدمرة انت قاعد في استرس رهيب والغدة دي عملت تفرز الادرينالين بطريقة عالي جدا فبقى تبقى سريع الغضب سريع ان انت تمدي ايدك حتى وده اللي احنا بنشوف العجيب بقى نفسي سألك السؤال ده لان انا برضو هي ثقافتي الاسلامية تعتبر ضحلة كنت اسمع زمان وانا في المدرسة اقولك الشياطين تقيد في رمضان الكلام ده صح ولا انا سمعت غلط؟ بصراحة يعني انا بما انه انا ملحد فانا جماعتي هم الشياطين يعني واصدقائي يعني كلهم شياطين بركنا عادنا هيك عادي مع اصدقائي الشياطين فقالولي نحن لا نعمل يعني العمل اللي بما انه المسلمين نائمين ومرتاحين فنحدي عملنا ينشط اكتر فالشياطين تعمل في في رمضان اكثر ليش؟ لانه كل مسلم معه خمسين شيطان يعني لما بيطلع بيكون عم بيسوق سيارة هو صائم خصوصا قبل الافطار بدي ييجي طبعا هاي حديثة الشياطين معي لانه انا تعاملي مباشر مع الشياطين فلما بيكون المسلم صائم بدي يلحق الافطار وسير الزحمة يا اما بيسبسب اللهم اني صائم بعدين برجع بيقول اللهم اني صائم يا اما بيسوي له حادث يا اما يعني بتقاتل مع الشوفيرية الغيرن والسباب والصراخ يعني بما انه انا خلفية اسلامية واهلي مسلمين فالشياطين بيشتغلوا اكثر يعني لا يتقيدون بصراحة لكن الحديث ده والفكرة دي يعني المسلمين يعتقدوا فعلا ان الشياطين بتقيد في رمضان هل ده حقيقي ولا اه 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 طبعا طبعا اه بتنزل الملائكة وبتكتب الملائكة وخصوصي نفس الشيطان مقيد في رمضان اه اه بس ببقى طب الشيطان مقيد دلوقتي في رمضان ليه بتكسر في رمضان الجرائمة ليه بيكسر في رمضان الحناء والسباب لما الافروض ان الشيطان هو ده اللي بياه خليك تعمل الحاجة الغلط او الخطأ او الجريمة يعني فاذا كان الشيطان مقيد اما للمصاب اللي بتحصل ديه مين اللي عاملها عايزين حد مسلم كان يرد علينا على الاسئلة دي لان هي السلحة حيوية فعلا وانا بها المناسبة هاي جورج انا يعني بصراحة يعني انا كلمة اتحدى لا اتحدى احد طلعوا اللي انا بالتعليقات بالبرنامج هات صارت هاي حلقة مية وثمتعش يعني تعليقات كتير جت من المسلمين يتحدوني انه انا ازورهم ويتحدوني انه افتح نقاش معهم وانا مثل ما يعني طبعا هدا كنا عم نفكر فيه من زمان يعني نشي ثلاثة اربعة شهور فكرنا فيه وبيعرفوا الشباب انه كنا انا من نساوي برنامج مناظرات ولكن ما لقينا الشخص المناسب انه يقدم البرنامج فبالنهاية صديقنا ريان قال انت قدم البرنامج وانا قلت اوكي رح اقدم البرنامج وبتمنى منكن يا اللي كنتو عم تتحدوا انه ناظرونا وناظرونا يا ريت ناظرونا وتجوت وتفضلوت ومستعدين متل ما قلت انا يعني ساكون حيادي مليون بالمية سوف اكون حيادي مليون بالمية سوف اكون حيادي وما لي علاقة باي طرف من الاطراف وطبعا الملحدين كتار من يحاوروا ويناظروه هاي الاخ جورج موجود والاخ احمد حرقان موجود الاخ حسن موجود فيه كتير شباب موجودين نحن بس بدنا من المسلمين المؤمنين او المسيحيين يتفضلوا وينقشونا وكل شي بالنقاش وطبعا الشتائم ممنوعة وهالاشياء هاي كله ممنوعة فبتمنى تجوا تنقشونا ونشوف يعني الحوار هو السبيل الوحيد لحتى نصل للحقيقة ونحن بنحبكن متل ما بتقولوا انتو اهالينا بالنهاية بس انتو على غلط نحن ندعي نكون على غلط اذا بتكون تثبتوا ويكون على صح تفضلوا وننظرونا وشوفوا جورج اذا فيه كلمة اخيرة انا بصراحة يعني انا كنت متوقع انه نساويه على حلقتين ولكن انا ظن كفينا مسألة رمضان هاي فالحلقة الجاية متل ما اتفقنا راح تكون على الاخلاق في نظري التطور يعني كيف تطورت الاخلاق من نشأة الانسان كشكل من اشكال الحيوان حتى وصل لمرحلة يعني لما كانت ماغو صغيرة حتى كبر في المرحلة الحالية نناقش الاخلاق هاي من بهالمرحلة هاي تبقنا على اساس نظري التطور من الحلقة القادمة يعني اذا فيه كلمة اخيرة بتحب تقولها بهالحلقة هاي اه احب اواجه كلمة للاخوة الصائمين اه اذا كنت انت بتعمل حاجة انت مقتنع بيها ما تفردهاش على الناس يعني خلي العالم تطور وما اصبحنا لا نعيش في شبه الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي العالم تطور والحياة تطورت فان كنت انت صايم انت حر طبعا نعمل ما تشاء لان انت تعيش في عالم حر بس ما تفردش افكارك ومعتقداتك وتصرفاتك على الناس الحاجة التانية للناس العادية بقى اللي هي يعني ايه مش 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 فورسان الصعامية الناس العادية اللي هي المسكين اللي هو بيصوم عشان هم قالوله لازم تصول يعني زي ما بتسمع بتدي نفسك وقت ان انت تقعد تسمع الشيخ فلان والشيخ علان والدكتور فلان اللي بيقولولك عن فوائد الصيام في رمضان بالطريقة رمضان اه ادي لنفسك فرصة ان انت تسمع واحد تاني محايد بعيد عن الموضوع وقارن انت وهاتك كتاب اقرأ افهم الموضوع ماشي ازاي عشان يوم ما تعمل حاجة تبقى مقتنعة بيها وعارف حتى انت بتعمل ايه في نفسك وبتعمل ايه في جسمك وخصوصا زي ما قولنا للمسائل حواليش لان انت انت مش مسؤول عن نفسك بس انت مسؤول عن اه جنين ينمو بداخلك فبدل قبل ما تعملي حاجة تعرضي فيها نفسك وغنينك الخطر اقري بس واسمعي حاجة تاني غير اللي عمالي يقولولك الدكاتوري او الشيوخ في قناة الناس بس يعني دعوة للتفكير والحور. اكيد اكيد جورجو انا اضم صوتي لصوتك انه المسلم العادي الانسان البسيط هذا اللي يعني يتبع بدون ما يفكر يعني اذا خلاص بس كتبوا تحت اسمه دكتور معنات عم ينتق الصح ياريت فكروا ياريت تبحسوا ياريت تقروا وعنكن عم جوجل يعني الزلمة العم جوجل ليس بخيلا نهائيا بس حط بالصيام طبعا خدها من دراسات ما تاخد من الموقع الاسلامي الفلاني وموقع الاسلامي فلاني اكيد هدول عم يضحك وحاولوا يا جماعة حاولوا بس انه شوفوا الحقيقة بطريقة اخرى يعني ما هو انه الشيخ هذا الشيخ هذا ما بيعرفش الشيخ هذا جاهل لا يعرف غير حديث حدثنا فلان عن علتان عن علتان عن علتان عن علتان عن 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 ولكن العصر الحديث العلوم الحديثة خدوه من مواقع يعني مؤهلة يعني مواقع جامعات اوروبية في كتير مواقع يعني مؤهلة مو جامعة ابن سعود اللي فيها من ماجستير في علم الاضراط ساوينا حلقة على علم الاضراط صراحة انا قلت اتمنى تكون معي جورج يعني نشوف الماجستير في علم الاضراط ولكن للأسف يعني على كل حال لاحقا بنحكي فيها كمان طيب جورج انا بتشكرك كتير حبيبي على الحلقة هاي والحلقة القادمة طبعا اصدقائي مثل ما وعدناكم يعني رح تكون عن الاخلاق بنظري التطور فبتشكرك كتير جورج وبتمنى لكون اوقات سعيدة اصدقائي شكراك جانا شكرا حبيبي جورج الى اللقاء في حلقة القادمة اصدقائي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة